موسيقى موسيقى بإضافة إلى أن الحديث عن ترحيل أسواق الكبرى مدينة الضربدة ليس ورد اليوم بل يعود إلى عقود طويلة ولكن حتى لا يتم ترجمة هذا القرار إلى أرض الواقع. من أجمع قشة القضية نستضيفه السياع بلغني المرحاني يعود مجلس مدينة الضربدة وايضا السعاد الفاضي المتتبع لشأن محلي وفاعل جمعوي بمقاطعة سيد إحسماهل السياع بلغني مرحبا بك مرحبا بك شكرا لك على الاستضافة شكرا لك مرحبا بك مرحبا بك السياع بلغني مباشرة مجلس مدينة الضربدة في الدورة الأستثنائية الأخيرة يعني تفجرس واحد القضية الناس تجارة الأسواق الكبرى مدينة الضربدة يعني نشغل القرار يعني كيفش خطوا هذا القرار وكيفش فكروا فيه وعليش بدء في هذا الضربية بالدهس أسم الله الرحيم والصلاة السلام أولا أعيد تشكراتي للموقع طيب هذا القرار هذا اللي يتخذ في الدورة الأخيرة وهي دورة الستعين المناسبة وكانت بطلب من السلطة المحلية للمدينة الدار البيضاء هو داخل وولد في المصادقة على اتفاقية من أجل ترحيل هذا الأسواق هدو وبالتالي بيحت على منصة غدائية لمدينة الدار البيضاء نعتقد أن هذا مشروع مشروع استراتيجي داخل صلب وعمق تدبير الحكيم والرصين لا نتخوفه من المشاريع الكبرى لأنه بقينا نديره التدبير الروتيني وكانت بقينا مدينة الدار البيضاء نرى ما هو عشوائي بدل أننا نعطيه رؤية وستراتيجية وستخطيط لمدينة عملاقة كمدينة الدار البيضاء على مستوى الوطن ومستوى الإقليم الإفراقي فأبقاش في الوقت يسمح بتاتاً أننا نسمح لهذا النمو غير متوازن هذا تشويه في الزيادة في جسم مدينة كاملة الدار البيضاء لأن المدينة هي كائن حي لا يمكن أننا نعيش في هذه المدينة في هواجس مختلفة على الهاجس الإكتداد هاجس المواصلات هاجس العشوائية يخيم على الأجواء داخل هذه المدينة فحسناً فعلت السلطات المحلية وكان هذا توجه نحن تقاطعنا هنا في البرنامج تنمي جماعة الترويذة للباك حتى أنه مدينة دكية مستدامة خطرة هذه الاستدامة وهذه البعد البيئي يجب أن نقلبه على المخرجات ومن المدينة المخرجات هذه المخرجات إن شاء الله يجب أن نظر أنها فقط جزء من العلاج وإلا سيكون تدبير ناقص كما كانت تجربة السابقة السعادة تنسى من المقاطعة السيدي إثمان وهناك جزء كبير من الأسواق الخضر والفواكي كيف تفعل الناس مع القرارة على الأسواق الكبرى خارج مدينة الداربيدة؟ أولاً نحن مع المخطط أن تنقيل الأسواق الكبرى خارج مدينة الداربيدة لما يعرفهم من اكتداد داخل مقاطعة السيدي إثمان وعلى تورادها وعلمتي لا يوجد عائد لمنفع المقاطعة أو الموارد نحن مع هذا القرار ولكن المؤخد على الناس الذين يأخذوا هذا القرار في مجلس مدينة الداربيدة وأنه لا يأخذوا بعيد الاعتبار هذه الساكنة المحيطة بهذه الأسواق لأنه كما يعرف الجميع لدينا على الأقل المرتفقين الذين يدخلون للأسواق الجملة وعلى سوق الجملة الخضر والفواكي لا يقدر بـ 50 ألف المرتفقين هذا الرقم يزيد نهيك على العدد للأسار التي تستفيد لدينا مورد رزق من هذه الأسواق كما قلت لي لا يوجد اتخاذ الفاعلين للجمعيات للنقابات للهيئات التي تتعمل هذه الأسواق لا يأخذوا بالرأي أو لا يجلسوا في طاولة الحوار على الأقل يكون جويد تفضيك النقل لكي نعرف ما هي فرص العمال والشغل وموريد رزق سوف ينضاتر معها تنقيل نعرفه كثيرا سيكون لدينا عكسات الشماعية سيلمية ساكن جاكرا عنده شاري لا يمكن أن يتنقل كما سمعت من الأخ أنهم سوف يخرج إلى المدينة في واحدة جماعة معينة على ما يتخذ القرار ويأخذ الدراسة في حد ذاتها ولكن سوف يفقدون كثيرا للناس سوف يتشر دور ربما سوف يتشرح سوف يتشرح أيضا في الدورة الستثنائية تهمتكم المعارضة بأن الحكومة ومن التحالف لتسير الحكومة ومن التحالف لتسير المجلس مدينة الداربيد وإنها لا تتمكن طبقة الفقيرة لا تتمكن طبقة الهشاتية ويأخذ القرارات التي تتضروا في الصلب وفي الصميم طبقة الفقيرة كيف يتشرح الأسواق كما قال الأخ تتعرف رواج شجاري في المنطقة وأيضا الناس اللي خدامي فيها ومن الناس اللي تبقى لضعيفة لا فقط نوضح الاستعادة لأنها لا يوجد قرار الترحيل هذا واحدة التفاقية صدقا عليها من أجل دراسة الجدوى لها الترحيل والبحث على كل الظروف والإجراءات التي يمكن أن تساعد في نجاح هذا المشروع وطبعة الحال طبعة الحال ولكن لإشراك الذي يتكلم بسعادية الآن يطرح نحن الآن ستفتح الباب أمام كل المتدخلين في هذه العملية الاقتصادية لأنها العملية التجارية للأسواق هي في الدول بين قوسين النامية هي التي تقود القاطرة بمعنى أن هناك واحد قطع غير مهيكال أو قطع الذي هو خفيف الذي يهيمن على الحياة الاقتصادية إذن دار مشكور السعادية لأنه لا بد من إشراك الكافة للمتدخلين في إتجاح هذا المشروع وهو مشروع مشي أنا لا أعتبر مشروع مدينة هذا مشروع دي البلاد كاملة لأنها لأنها تجربة الأولية ستكون من جهة الدربة بالمناسبة سنكون فيها نحن الجهة كاملة ليس الدربة الدربة تقود القاطرة دي التغيير ودي الإحداث والإنجاز هذا القرار الذي تخذ الدورة الاستثنائية للدرس كنتظن هذه أسبوع أو أكثر فيه مجموعة دي الدراسات التي ستتهم هذا الجانب هذا وبالمناسبة هذا المشروع ستدخل فيه مجموعة دي الأطراف أربع وزارات حكومية إذا نحن نبقيني كنتظروا على عمل محلي بسيط صغير ستكلموا على تدخل حكومي تمنى أن الحكومة تتبه إلى هذه الطبقة الفئة الهشار الفئة الشمعية الفقيرة المهمزة داخلها فيه مؤسسات كبرى كصدق إدعو التدبيره والفليار دخولها الميت الميت دخل فيها الجهة دخل فيها الجماعة المعنية التي مقترح لذلك أنا أقول مقترح وعاء عقاري هناك جماعة الساحل ودحريز إذا لم يكن هناك شيء نهائي فقط تفتح أول تدخلتها الحكومية كما قلت لك في المعارضة تقول أن الحكومة عندها واحد اللي هاجت هو أنها ليس قاداء ولكن لا تتغلب مصلحة على الطبقة ما حال في هذه المشاريع؟ هذا الكلام لا يحسو الحواق من الأمس القريب المعارضة التي كانت تحدث في 2018 صادقة على القرار الترحي ما كانت معارضة؟ أنا أتكلم عن المعارضة الحالية ما كانت معارضة كلها ولكن جزء كبير منها ما كانت معارضة التنمية؟ مهم العدل والتنمية والتقدم الشركية ما كانت تقدم الشركية؟ لا كانت جربة كانت في تدبير مدينة الدربية ماذا حدث؟ ما الذي تغير؟ حتى أنا نقع لي برأس على حقيبة 180 درجة ما كانت معارضة؟ نحن نحن نترسل المشاريع بالجدوائية ديالها لكن هذا المشروع يفيد مدينة الدربية مرحباً، ما كيف يفيدها؟ ما شيء؟ ما شيء؟ الهاجس التخوف الذي يهدروا عليه الإخوان ديال العمال اللي يخدموه في هذه الأسواق ما كان نظنش يوقع عليه مش مشكلة بالعاكس يتنضمه وهذا تخلق فرص شغل كبرى أخرى ونحن في حاجة إليها بحكم الزيادة السكانية و بحكم الحاجة للعمل بالعاكس هذا المشروع سيساهم في ظهور هذه الفرص الشغل و ستكلمون على جماعة مستثمرة هناك جماعة عجابية بالمناسبة السعادية جماعة مقاطعة سيديمون تستفيد من المداخل سيدي عشمان عند منحة كمق المقاطعة لا فهمني فهمني نحن نقاف نظام وحدة مدينة كسيدي مومن التي تتمل هنا كمنتخب جماعي لا كسيدي عشمان التي تسكن فيها لا تسباتها لا غيرها نحن نظام وحدة المدينة نجمع المداخل و كانتزعونها بمعايير ومؤشرات معينة بالتالي ما نقوله ما تستفيد يمكن أن تطلبوا كتر بحكم أنكم تستاهموا بحد نسبة أكبر ولكن يرى نظام وحدة المدينة هي هذه إذن يمكن أن نضروا على تقيم جريبة وحدة المدينة في هذه التغييرات ومستجدات ولكن لا نقوله و أخاء و أخاء نزيد العموان التي تخوفوا منه بالعكس ستكون نظام تنقل جديد نتكلم عن القطاع السعادة و نتكلم عن لأن هذه المهنية الذين يخدموا بشكل قليل يمكن أن ينتظموا و تولي عندنا أحد المرضودية في الأجر الشهري أكثر يعني ممكن أن نهضروا على منافع ولكن عندما نفعل الكبراء الساكينة ستكون نفس السعادة رباص لديك الناس خاصة الناس المحيطين في المكان الذي فيه المرشي كريو الذي فيه سوق السماء دواجين في حي المحمدي يعني الناس ستكون نفس السعادة ستكون نعيش في حي الكريم في المدول المتقدمة نجد المساعدة لا أعطي مقاربة لا أعطي مقاربة نقول كمقاطعة السيدي عشمان و كباقي المقاطعات لدينا نفس المنحة عند المقاطعات الأخرى تقريباً ولكن الأضرار التي توقع داخل مقاطعة السيدي عشمان أعطي مقاطعات نقش نجحة من هذه المسألة من الأمر هذه الشاحنات التي يمرون عبر طرقات السيدي عشمان المتوقعة و يقولون دائماً تتولج السوق الجملة أكثر من 800 شاحنة في اليوم و ترى البنية التحتية و الأضرار التي توقع عليها ترى معي هذه الساكنة و هذه المشاكل التي توقع داخل أسواق الجملة و الأسواق الجملة حيث يأتي هذه الشاحنات يأتي معهم ناس هاربين من العذالة و يأتي ناس هاربين من الظروف معيشية و يرى الضربة كمتنفس إذن تقول السعادية في التجارة يقول أن إيجابيات تعترحيل هذا السوق من الماكين أنا من أجل من أجل أن نحن نعانيه يجب أن نصف من المصلحة أن هذا السوق يطرحل إلا أن كانت منفع عمالي و مجلس مدينة الدار بيضاء أعرف أن أضرار للأمنية للبنياوية للبشرية و أعطاها أحد مناح قاد لننساهم في أن نعاش الاقتصاد و يتبقل أنه أسر عائشة وليس لن نفقد العمل من الناس سيكون الفاعلين والمتدخلين كاملين يحاولون أن يحتويوا هذا الشيء. ولكن نحاول عائدات المالية نحاول أن نضفها. ولكن السعادية هذه السنوات تقول لك أن نخص كما قد تكون استثنائية لمقاطعة جميلة. هذه المسألة لم تكن هنا. إذا تطرحت فكرة على ترحيل السوق الجملة من هذا المكان بالنسبة لك مزيانة. كما رامشان معي في الخط حاولنا أن نحاول حوار مع الناس المتدخلين والممتلين في هذه الأجارات وممتلين في هذه التجارات ومتلين في هذه التجارات ويوافقوا بأن ترحيلهم من المكان الذي لم تكن هناك. لديهم مصلحة العامة ومصلحة الدولة. كما نقول لنا مدينة القطب الصناعي والتجاري وهي مدينة الدكية وأنها ستستاضف مدينة سياحية ومدينة كثيرة من التصورات التي نضعها على هذه المدينة. وعندما نقوله الدار بيضاء نقوله المغريب كامل. ريال قاطع ريال قطع ريال قطع رروا بين المغريب كامل والدار بيضاء. وعندما نمشت بسيارة ورد المدينة الحديثة الدكية التي نحن مخطايا لها. كنا نتأكد أن الكل ستساهم في هذه المسألة. كيف تنظروا؟ تنظروا الكتافة السكانية. أنا لا أريد أن نذهب في واحد النقطة سأقول لك نحن لدينا تصور في الدار بيضاء كامل. يجب إفراغ الدار بيضاء من الحمولة والكتافة السكانية التي سنضعها الأسواق. كم مطرة وعندما نقلناه من صخور السوداء. وعندما كان من أحد أن أعرف أن يتنقل من أحد أن يذهب إلى الربوعة. في ذلك المنطقة أو المحيطة كاملة. في ذلك المنطقة كاملة. بطبيعة حال يعني أن تتخوف من نسبة العملية. من نسبة العملية لأن الناس ستسوق. أنا أتتخوف من المسائل الذي سيقع لنا مستقبلاً. كنقول لك أحد يخرج ويعطي لك كارت ويجيب ذلك لقصة من الله ويدخل. وليده 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 أسره لأنه لا يعرف أنه يتنقل يقول أنت الساكينة. الساكينة ما هي المنفعة التي ستنفعلها من النسق؟ لا لديها أسواق أسواق الشعبية الصغيرة أسواق الأسواق التي كان يأتي لدينا الخضراء ويأتي لتنقل بصيطة في داخل الأحياء ويأتي بأسواق ويأتي من المنطقة ويأتي تقل الكاهل الساكينة. هذه نقطة تتارثة أن الناس يتخوفون الأقتفاع المعيشة بعد ترحيل الأسواق ويأتي لا يوجد أسواق لا يوجد أسواق ميوت ويأتي ويأتي لديهم السماك ويأتي ويأتي ترى التراب في مدينة الدارة ويأتي لتكون واضحة نزيد النقص لحساب الإنجاز لا نظن أنه تجوز 50% ويأتي لماذا؟ كان إشكالات في التدبير كانت تعطال كانت هذا كلام أخر نحن كانت تتكلم عن نظام مدينة واحدة 16 مقاطعة صحيح ولكن بنفس وتوجهت مشترك بوحد لأن المدينة تكون لديها جماليات ويأتي يعني أنه مدينة أشوائية ويأتي مجموعة الأشياء مقبلين على تدورات مدينة ودولية في عام 2025 وإن أفريقيا ومدينة 2030 كلها تجعل المجال البيضاوي يدقل لا تجعل المجال بحالة مدينة ويأتي لما يدخل ويأتي 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 المدينة كذلك كائن ويأتي 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 مدينة سنوات والسكنسي السعودة الجميلة ومشكلة السياسية ولكن كيف نزلها الواقعة المدينة يقولك أحلام أنا بالعكس أتكلم على الغلاء سأتكلم أحلام والورود سأتكلم من الغداء سأتخفف من الغلاء لماذا؟ لأن المزارع سأتعمل مباشرة مع المدينة سأتلقى الوسطى مباشرة سأتكلم هذا في إعادة تصور تسيير الأسواق لا تدخل نحن عارفين العشوائية هناك تضاربات هناك الأمور لا يفهم هناك الناس هناك الريع أنا ساهمت وعرفت سوق الأسواق سوق الخضر والفواكي هناك الناس إلى الوكالات ويأخذ مجازات يأخذ على الفلوس لا يأخذ الدولة التاشيرية ويأخذ الناس لا يأخذ الناس لا يأخذ الناس يأخذ يأخذ أخر يأخذ نظام الوكالة يتعاد في مجلس المدينة نحن نضع ترحيل أنا أتكلم عن دراسة الجدواء هذه الاتفاقية تهم جميع المجالات هذه المجالات لا تقرر مفصل أعرف في تدبير الأسواق سواء كانت الفواكي سواء كانت المجازية سواء كانت الدواجية ويأخذ بعيدا نحن الآن نروم حتامة جيدة في التدبير هذا حتامة بالنسبة لك السؤال لماذا تنزل على الأرض واقع أو يبقى حل لأنه منذ سنوات والسكنة الضربة سمعت قضية على الترحيل تلك الأسواق الإشارة التي جاءت من السلطة المحلية في شخص الوالي مشكوراً كان إشارة قوية أنه يكون تغيير قريباً للأسف السلطة الزمانية في الاتفاقية غير محدد هذه اللي صدقنا عليها مؤخراً كان بدنا أنها تحدد كانت صريحة أخرى للسيدة العمودة أنك تقول في شهر فبراير ولكن لحد الساعة لا يوجد شيء سقف محدد على أمل أننا نهيو الدراسة ونتقلوا للإنجاز الإنجاز لا يوجد شركاء آخرين وبالتالي يجب وجمع الساحة لفتحوا مع نقاش لا 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 تفهموا أنا لا أعدي شيء لأنني نمشي في المكسب مصرية صحيح نحن في أغلبية للتحالف في حزب الاستقلال ولكن الأمر كيف يريد شبهة الوقت كنظر الجهة وعيبات شي السيد الرئيس الجهة السعب عبد المعزوز راه وعيبات شي تهو كيتكلم عن المنصر الغذائي خصة تخرج الوجود لأن هذا عمل مشترك ليس ديال الضربية ليس ديال مدينة بحدة اسمية الضربية لأن كين الضربية والجهة وأربعة وزارات ومؤسسة مالية وكده والجامعات اللي كين تهموا لجاء الضربية رامي وكين دون ميور وفاقسين جامعة اللي كتدور فلك ديالجامعات الضربية فقط وقتا نقول استعادة وستحمية ما نتخوفوش على التنقلات في المدن المتقدمة كين تنقل يومي روتيني المتقدم بينك كون اقتصادي ينضم على خلصات الصباح والاقبل ويشد الدران ويبشي خدم ورجع في العشية يرهيقونا هذيك اللي قد يمشي في الصباح ويدخل المرش يكريوه مثل كما قلتين ويدير شد العملية يشد القطار السريع يرهيقونا إلى ما كانش تدبير محكم فالما نقول احنا في الدول الغربية والدول المتقدمة رامي لكي نقول أنا غان وقف غادي شد عر باسوار رغان شدو معه أربع ركي وقف لي معه يعني كين نظام ما دك شي ما نختلف ما نختلفوش أنا تنقول هذه الأسواق اللي كانتها شعبية شعبية نعرفه في الدول مدام جبدتها كانت أسواق اللي كانت دار في واحد سوعي معينة واحد غير فارغ غير فارغ أسيا يدرونها بالليل باش نخصمه باش نخصمه باش نخصمه نخصم الحلقة بهذه الحملة التي تداري على المستوى ومدينة الدار يعني بالنسبة لك أنت تكون حملة مستمرة ولا حملة كما تنعرفوش حملة غتتنسى بالعكس أنا متوقع منها وأنتظر منها أنها ستكون لدينا نتائج إيجابية لماذا؟ لأننا لدينا تواريخ وانتظارات وخطابات صاحب الجليلة في 2013 لأن المدينة متاسخة ومدينة ومدينة ملاحظات ومدينة وهذه العشوائية التي وصلنا لها هي بناء على بعض السياسات من الهيئات السياسية والمنتخبة التي تجعل هذا ربما تنتافع منه الأصوات وتجعل المسائل لذلك لا يبقى لدينا الوقت لأننا نتعرف وعند هذا أضافة سمعت تصريح السيدة نبيل الرميلي على أساس أن هذا المكان الذي تم ترحيل سوق الجمع الخضر والفواكه ستنزيل من المستشفى إقليمي على المستويات عالمية أنا أتمنى ما يوقع لنا ما يوقع في سيدي عشمان وكان أعطي الكلمة لأولاد سيدي عشمان وعلى المنطقة كاملة تنتظر مستشفى إقليمي ما يوقع لنا ما يوقع لنا في التوراب الأرض المرجان لا يقوم بها لا يقوم بها لا يقوم بها أولاد المنطقة لا يقوم بها لا يقوم بها أرض تتعطي المرجان وحب هذا وأنها توقف في القرار نحن مرحلة للحمل الأخر كيف تتحلل الملك العمومي كما تتحدث سؤال وما هي تتشوف أنها تكون مستمر في الزمان أو تتوقف كما توقفت كما توقفت في حملات الأخرى أنا أتمنى ما نسميها نسميها عملية من عمليات التي تصبح في صلب عمل سلطة الولائية سلطة المحلية لأن سلطة المحلية قبل ما تدير المحاسبة والدير المراقبة والدعم المواكبة والتتبع وهذا هو العمل الجاد وخصنا كمنتخابين نحن نتكلم عن المنتخابين المدبري الحضاري داخل المدينة الدربي ينتبهوا يعرفوا شوية الإيقاع دبات السرعة الزيدي شوية نحن نرفعوا شوية السرعة بشأننا بشو بتوازي في خط متوازي وصلوا إلى النقطة المهمة التي هي تنمية مدينة الدار البيضاء فقط نقول بخلصة سي عاديل هذه الخيطة بجميل لأن يكون فيها توجيزات وتخوفات ولكن كلما كانت تخوفات والتوجيز لا تكون الحلام ولا تكون المشاريع التي تكون شكرا شكرا للمرحلة على قبل الدعوة سي عاديل شكرا جزيلا المتتبعي قناة الفاسباليس إلى اللقاء في حلقات جديدة من برنامج كازا سيتي